اشتركوا في القناة صداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية مؤكدا معالي على عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة ولسيما في المجال العسكري والدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ونوها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتضافر الجهود النبيلة للرجال قوة دفاع البحرين مع القوات الصديقة في الأعمال الإنسانية والإغاثية على المستوى الدولي من خلال عمليات تسهيل العبور الآمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى قاعدة عيسى الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين ومن ثم القيام بعملية تأمين نقلهم من قاعدة عيسى الجوية إلى الوجهات النهائية المقررة لهم مثمنا معاليه في هذا الصدد بالدور الكبير لكل من ساهم في دأي التأدية واجبه في هذا العمل الإنساني على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر